من وقت لآخر يطلق حزب المخلوع صالح تسريبات تلو الأخرى ليشغل الرأي العام ويعيد تذكير الناس في اليمن وخارجه بأن المخلوع موجود ويحاول الحزب عبثا بث قناعات مفادها أن صالح ما زال فاعلا ورقما صعبا بالمعادلة اليمنية آخر تلك الأنباء هي تلك التي تتحدث عن وجود مبادرة إقليمية ودولية يجري صوغها للبحث عن حلول للأزمة وعن إيجاد مخارج لصالح قيادي في حزب المخلوع صرح لإحدى وكالات الأنباء أن وفدا من الحزب يجري لقاءات مكثفة في القاهرة مع دبلوماسيين إميركيين وبريطانيين ومصريين وإماراتيين في مسعى لإيجاد مخرج للأزمة اليمنية يكون من أبرز بنودها خروج المخلوع صالح وأسرته إلى إحدى الدول ضمن صفقة شاملة تحفظ حقوقه القيادي ذاته عاد ونفى الخبر وكذلك هو حال السفير البريطاني في اليمن إدموند فيتور براون الذي نفى مشاركة بلاده في محادثات بين ممثلين عن إمريكا والإمارات مع حزب المخلوع صالح وقال خلال تغريدة له في تويتر إن التقارير التي نشرت غير صحيحة غير أن مصادر أكدت حصول لقاءات للسفيرين الإمريكي والبريطاني مع تيارات يمنية مختلفة بينها أتباع المخلوع صالح من المعلوم أن هناك انشقاق كبير في حزب المخلوع حيث تخلت غالبية قياداته عن صالح وتبرأت منه ورفضت التحالف المشبوه مع الإنقلابيين الحثيين وانضمت القيادات البارزة والفاعلة في الحزب إلى دعم الرئيس هادي وحكومة بحاح وأيدت وشاركت في مؤتمر الرياض الأمر الواضح اليوم أن تحرير مدينة عدن وانتصارات المقاومة والجيش الوطني على الأرض قد أربك خطط المخلوع الصالح والحثيين وساهم في حدوث خلافات كبرى بينهما وحدوث انشقاقات في وسطهم العسكري لصالح المقاومة وسط حالة انهيارات في معسكراتهم وتململ في صفوف قياداتهم ترجمة نانسي قنقر